وللمزيد دا ينضم ألينها تفين الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء شيخ عبدالله في البداية بنتوجه طبعا بالتحية والتقدير لكل أهالي سيناء الحبيبة وبطولات عظيمة على أرض سيناء جسدها التعاون بين المصريين من أبناء القبائل في سيناء وقواتهم المسلحة لإعادة سيناء إلى حضن الوطن كيف ترى هذه البطولات؟ ولكن طبعا بنهني سيادتك وبنهني كل السادة المشاهدين على أنه النهاردة 25 أبريل بنحتفظ العام 42 بعيات تحيير سيناء لا شك أن ابناء سيناء انخرطوا مع قوات المسلحة في مقوام قوة الشر في المرحلة الأخيرة والذي كان استهدف منها استقطاع سيناء من خلال مسميات عدة ولاية سيناء مش عارفة سيناء لكن حقيقة قوات المسلحة وابناء سيناء والشرطة قاموا بدور كبير جدا 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 حتى طحروا سيناء من قوة الشر لإجتاح السيناء زي ما أباءهم وإجدادهم نخرطوا مع قوات المسلحة بعد نقصة 560 مع قوات المسلحة وخلوا سيناء كتاب مفتوح حتى جاء نصر 6 أكتوبر 10 رمضان ابناء سيناء لن يتأخروا والذي جد جد بنات المنادي لن يتأخروا أبدا ثم حقيقة حينما انتهينا من قوة المعركة قوة الشر تفرقنا حقيقة للتنمية واسمحيني نوجه شكر وتقديل للرئيس على التحديث الرئيس الدولة ولقوات المسلحة إنما تواجدت في الجهد الكبير جدا 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 في التنمية أحنا الآن بنشهد حقيقة المرحلة كبيرة جدا وهذه التنمية لم يسبق لها حقيقة أن نشوفنا حاجة لكذا أحنا كل التنمية اللي حصل في سيناء في العشر سيناء كانت في العهود الماضي كانت فيها حقيقة تنمية عشان ما نصدن حاجة لكن كانت التنمية لا ترقى لمستوي التنمية الشاملة تقييمك شيخ عبد الله لما شهدته شبه جزيرة سيناء وتشهده حتى يؤمن هذا من جهود ومشروعات كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة وأهمية ونعكاس ذلك طبعا على المواطن في سيناء لا شك أن الدولة حينما فقط في العشر السنوات الماضية ما يزيد على 650 مليار فعلا أصبحت عندنا كأبناء سيناء والمقيمين في سيناء إن في قناعة عندنا إن في أراضي سيطيلة تنمية سيناء تنمية حقيقية نحن نشوفنا مشاريع الأمناثة مدينة رفحة الجديدة المدن التي تعملت في سيناء التجمعات السكنية البدو كل هذا جهد كبير جدا ثم نشوفنا ميناء العريش اللي أربح ميناء عالمي وحيربط ميناء العريش بميناء نويبع على البحر الأحمر هذا حقيقة نجاز يظهر الأعجاد ثم أن هناك مستهدف استصلاح والستضراع ما يزيد على 350 ألف الدين في منطقة سيناء هذا جهد حقيقة نيشكر عليها الرئيس عبدالبتاع السيسي لأن يعلم أهمية تنمية سيناء حينما كان مدير المقابرات وحينما كان قائد عامل قد مسلحة وحتى متولى مقارنة للحكم وابناء سيناء حقيقة هم النسيل شعب مصر العظيم سيناء قطفت عليها ظهر الشباب مصر مفيش محافظة لليهم مصاب أو شهيدة على سيناء فقال الأوان أيضا أن الدولة والحكومة تبسط إجراءات الجذب لمواطنة جلسة لسيناء حتى يضخ في سيناء من يخلش من 4-5 مليون لأن سيناء ملك لكل مصريين سيناء حقيقة كل محافظة لليهم مصاب أو شهيدة على سيناء الرمال سيناء تعطرت بدم الشهداء من الملأة الماصر وحقيقة إن سأدني وشرفني شكري وتقديري للرئيس عبدالبتاحسيس اللي حافظ على كل حبة ربن في سيناء ويمكن حضرنا معاه في يوم الشهيد بتسعة مارس قال أحنا لو فرطنا محبة سيناء بنكون دم الشهداء فهو حقيقة إن هذا الرجل وقف تماما كل الوطنية أحنا حقيقة إن ابناء سيناء وابناء مصر عمتا مصرين الوقوف خلف القيادة السياسية اللي بتمشي بينا في أموات في بحر بقود سفينة في بحر عالية لأموات أحنا الحمد لله عندنا استقرار لما نشوف الحراق حاولينا في المدن في ليبيا ولا في السودان ولا في الجامن ولا في المناطق للأسف في المناطق الدول العربية الحمد لله عندنا استقرار أمني والشعب المصر حقيقة حينما تزاحم في الانتخابات ووقف الصوابير الطور اليوم حتى ينتخب الرئيس عبد السياسية وإيمانا منه إن حقيقة حين يرسي بينا على سابق بر الأمان أحنا حقيقة في الشمال سيناء جهد كبير جي من الدولة وهذه الدولة لم تتأخر على دعم سيناء شوفنا حقيقة إنفاق اللي كنا نحن بنقعد بالخمس سآت والأربع سآت على المعدية حتى نقبر من طفة غربية وطفة شرقية الآن في عشر دقائق بخمس سآت تعبر من خلال النفاق اللي عملها الرئيس عبد السبتة حسيزي سوافل برشعين أو في السويسة أو في السمالية هذا حقيقة أنهى عزل الشمال سيناء بالذات المشاريع عملاقة كبيرة جدا في سيناء سوافل في القطاع الصحة أو في قطاع التعليم أو في قطاع المياه حتى عندنا أكبر محطة في شرق الأوسط محطة المياه موجودة في السبتة 17 جهد كبير جدا 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 بثم من هذا الجهد وهذا الجهد الكبير من الدولة نحن حقيقة في سيناء لا ندخل جهد ويقوف نصف خلف قوات المسلحة ومع قوات المسلحة وإذا جد الجد ونادي المنادي فابناء سيناء المقدمة لتنفيذ التعليمات تحية لقوات المسلحة وتحية لعصف قوات المسلحة فمن رجال هيئة الاستخبارات العسكرية الذين يواصلون اليوم بالنهار في خدمة ابناء سيناء وبالتعاون ملاعسين في كافة الملفات الأمنية والملفات أيضا التنموية جهد كبير جدا للدولة بتولينا سبسينة وأنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا ويحمي بلادنا من شر الإشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما تعاقب عليه الليلة والنهار أشكرك شكرا جزيلا للشيخ عبدالله جهام ورئيس جمعية مجاهدي سيناء أشكرك وكل عام وكل أهالي سيناء بكل خير